وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 17 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة كما تم ضبط قرابة 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 15 طن من الإسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء هذا وقد ضبطت وزارة الداخلية 613 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص للوزن و 92 قضية خبز غير مطابق للمواصفات إلى جانب ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 أطنان من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر